توفي المسن الهندي المثير للجدل برهلات جاني عن عمر يناهز تسعين سنة بعد حوالي 11 عاما من مقاطعته للطعام والشراب ونقلت وكالة فرانسيس بريس عن جاره شيتال قوله لقد مات برلا هاند في صباح الثلاثة في منزله وأضاف تمنق له إلى المستشفى بعد منتصف الليل ولكن الأطباء أعلنوا عن وفاته بمجرد وصوله إلى المستشفى وكان اليوكي الشهير قد جذب انتباه العلماء وقامت فرق طبية هندية بأخضاعه للدراسة مرتين عام 2003 وعام 2010 ولكنه أذهلهم في الدراسة الثانية بعدما أخضعه المراقبة المستمرة بالكاميرات حيث احتجزوه من دون أكل أو شراب ومن دون قضاء حاجته الطبيعية لمدة أسبوعين ولم يستطعوا للطباء تحديد هذه الظاهرة بل أكدوا أن هذه الظاهرة تسمى لغزا وستبقى لغزا لأنه لا يمكن حتى التفكير في أن الجسم الإنسان يمكن أن يتحمل مثل هذا الصيام الطويل وكانت جاني آدم يذكر أن آلهة أرضعته في طفولتها الأمر الذي منحه السلطات وصرح لوكالة فرانسيس بريس في عام 2003 تلقى يكسير الحياة من خلال الثقون في حنكي ما يسمح لي بالأيشو بدون طعام أو ماء وهكذا غادر اليوكي المعروف في كل أنحاء العالم مع أسراره الذي ذا عصده من قرية تشراد الصغيرة التابعة لولاية غورات غرب هند ولهنا عزي الكرام قد وصل نهاية المقطع وإلى اللقاء